وحول هذا الموضوع أكد سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب خلال استضافته في نشرة سابقة أكد على الأبعاد الإنسانية والإيجابية لتوجيه سموه لعهد رئيس مجلس الوزراء بإدماج المشمولين بالعفو الملكي السامي في سوق العمل والتدريب أشكر جراءة الملك المعظم على هذا العفو اللي شمل فيه الكثير من المفرج عنهم وأشيد بقرار سموه رئيس الوزراء وللعهد بضرورة إدماجهم والعمل على تدريبهم وإدماجهم في سوق العمل وهذا بحد داتة لعديد من الأهداف والأهداف المهمة أول شيء تأمين الحياة المعيشية لهذا المفرج عنهم ويكون لهم حياة كريمة من خلال عملهم يستطيعون أن يعيشون فيه وتوفير الفرص اللازمة لهذه العمل كذلك ضرورة تدريبهم من أجل إكسابهم المهارات اللازمة في سوق العمل حسب الحاجات وحسب ميول كل شخص فيهم وشنوه يقدر يقدر يقدم فيه ويقدر يبدع فيه بخدمة هذا الوطن إن شاء الله وتكون لهم هذه الفرصة أنهما من خلالها يستطيعون أن يوجدون لهم مظائف تحقق لهم المعيشة وفي نفس الوقت يكونوا عنده المبدأ والابتكار فيها والمهم أيضا أن يتم يعادة إدماجهم بالشكل السريع فهذه التوجيهات تعكس رؤية الملكية أن يتم فعلا إدماجهم والعمل معهم وأن يخلونهم بشكل سريع أنهما يعملون ويتذربون ويحصون هذه الفرصة فأنا أشوف أن هذه الأهداف أنهه إنسانية ونبيلة وفي نفس الوقت راح تحقق الهدف المرجوع أنه سرعة إدماجهم وأنه يكونون مشغولين ويوفرون حياة المعيشية طبعا إحنا يعني كدولنا كمجلس نيابي إحنا راح نكون داعمين لهذا التوجيه وراح نكون مراقبين أيضا أنه يتم فعلا تنفيذ هذا التوجيه لمستحقيه بالطريقة التي ترجوها القيادة وأيضا إحنا راح نكون داعمين حق أي تشريع أو أي قانون أو أي تعديل يحتاجه على أساس تسهيل لهؤلاء المفرج عنهم اليوم أنهما يزولون ويعيشون حياتهم الطبيعية ويندمجون بشكل سريع في المجتمع وبالتالي إحنا راح يكون لنا دور يعني كبير في مراقبة هذه الأمور وفي حال أنه احتاجت تعديل بعض القوانين أو أن يكون فيه هناك بعض الاختراحات اللي من واجبها وأنها راح تدعم هذا التوجه وهذا الاندماج احنا راح نكون مستعدين وراح نباشر فيه بشكل مباشر بإذن الله يعني أنا سعيد جدا بهذه الأفراجات التي صارت والتوجيهات التي سموه وللعهد رئيس مجلس وزراء واتجهها بأنه يوفر الحياة الكريمة والمعيشة وإدماجهم بشكل سريع وأقول أنه هي فرصة للجميع اليوم أنهما فعلا يراون حبهم حق هذا الوطن وحبهم حق قيادة هذا الوطن اللي هي لها الدور الكبير أنه هذه هي فرصة للجميع أنه يثبت نفسه ويقدر يعوض الوقت اللي فاته اليوم كل السبل موجودة التوجيهات واضحة أنه يتم تدريبهم وتأهيلهم أو تأهيلهم